تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعمال تطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف كذلك على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية شاهد خلالها أعمال التطوير التي تمت داخل المستودع وفقا لأحدث النظم التي تواكب التقدم التكنولوجي في مجالات التسليح العالمية تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية شاهد خلالها أعمال التطوير التي تمت داخل المستودع وفقا لأحدث النظم التي تواكب التقدم التكنولوجي في مجالات التسليح العالمية ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتلي العالي للوحدات والتشكيلات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف كما أكد على ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات مشيرا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الاستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر